سيكون اليوم لدينا درسين وهي طريقة سريعة لفحص معقولية ناتج الجمع وأيضا طريقة سريعة لفحص معقولية ناتج الطرح إذن في هذا اليوم سنأخذ درسين بإذن الله الدرس الأول هو الدرس العشرون وهو طريقة سريعة لفحص معقولية ناتج الجمع وهنا رابط الدرس الرقمي تعلمنا في الدروس السابقة جمع عددين مع وبدون حمل والناتج لا يزيد عن المليار أو البليون وأيضا طرح عددين مع وبدون الاستلاف وأيضا الناتج في حدود البليون أو المليار بإذن الله تعال في هذا الدرس الآن سنتعلم طحص معقولية ناتج الجمع لدينا هذا المثال المثال هنا صفحة 72 لدينا هذا المثال 1776 زائد 234 أتممنا فيها عملية الجمع فعند الجمع سيكون الناتج 2010 ولكن لنتأكد من معقولية الطرح نلاحظ هنا أننا نتأكد عفوا من معقولية الجمع نريد أن نتأكد هل الجمع الذي قمنا به معقول أم لا قريب من الصحيح أم لا فكيف سنتأكد سنتأكد باستعمال التقريب باستعمال التقريب وقد تعلمنا التقريب سابقا في دروس سابقة كيف نقرب سنقرب إما للمئة أو إلى الألف الآن سنقوم بتقريب العدد وهو 1776 إلى أقرب مئة أحسنتم كيف نقرب سأضع خطا تحت السبعة وما قبلها دائرة أنظر داخل الدائرة هل السبعة من الأعداد التي تعطي للأعلى التي تزيد أم التي لا تزيد أحسنتم من الأعداد الكبيرة التي تزيد إذن ستصبح السبعة ستصبح السبعمائة تصبح ثمان ومئة إذن سيكون ألف وثمان ومئة والآن عند تقريب العدد مئتان وأربعة وثلاثون أيضا إلى أقرب مئة نلاحظ أن الثلاثة هي من الأعداد الصغيرة والتي لا تعطي أو لا تزيد فتبقى المئتان كما هي إذن سيكون الناتج مئتان عند جمع هذه الأعداد بعد تقريبها سيكون لدينا الناتج ألفان وألفان كما نلاحظ هي قريبة جدا أيضا قريبة جدا من الألفان وعشرة من الألفان وعشرة وأيضا عند التقريب أيضا نلاحظ هنا عندما نقرب هذا العدد إلى أقرب مئة ماذا نلاحظ أن الواحد من الأعداد الصغيرة والتي لا تعطي إذن تبقى الصفر كما هي ويبقى الناتج هو ألفان إذن سيكون الناتج هو قريب أيضا وأيضا الناتج يعتبر بعد تقريبه لأقرب مئة الآن أكمل ناتج تقدير عملية الجمع ونلاحظ هنا ثمانية ألاف ومئة وخمسة وتسعون زائد أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون وقمنا بجمعها فحصلنا على إثنى عشر ألفا وخمسمائة وتسعون المطلوب أكمل ناتج التقدير إذن سنكمل العملية نقدر هنا العدد ثمانية ألاف ومئة وخمسة وتسعون إلى أقرب مئة نقربه إلى أقرب مئة إذن هنا المئات وهنا العدد الذي يسبق نظى حوله دائرة التسعة من العداد الكبيرة التي ستزيد العدد إذن تصبح بدلا من مئة تصبح مئتان ويصبح الناتج هنا ثمانية ألاف ومئتان ولدينا هنا أيضا عندما نقربها إلى المئات ثلاثة نضع تحتها خط وما قبلها دائرة التسعة من العداد الكبيرة التي تعطي فيصبح لدينا أربعة ألاف وأربعمائة أحسنتهم الآن عندما نقوم بعملية الجمع فيكون صفر زائد صفر 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 زائد صفر أيضا العشرات صفر اثنين زائد أربعة كم يساوي ممتاز ويساوي ستة وثمانية زائد أربعة كم يساوي رائع جدا ويساوي اثنى عشر اثنى عشر ماذا نلاحظ هنا عندما نريد تقريب هذا العدد إلى أقرب مئة هنا المئات ماذا ألاحظ؟ التسعة هنا من الأعداد الكبيرة إذن تصبح الخمسمائة تصبح ستمائة وماذا نلاحظ هنا؟ إذن أيضا الناتج هو ناتج تقريب الناتج الأساسي في عملية الجمع إلى أقرب مئة إذن سيكون هو نفسه أيضا ناتج لعملية تقريب قارن بين ناتج الجمع وتقدير الناتج أيضا نلاحظ هنا نقوم بعملية الجمع أربعة زائد ثلاثة كم يساوي ممتاز سبعة ونجمع واحد زائد خمسة العشرات مع العشرات ويساوي ستة واحد زائد واحد ويساوي اثنان خمسة زائد واحد ويساوي ستة واحد زائد صفر صفر قلنا هو العنصر المحايد سيعطينا نفس الرقم وأيضا ثلاثة زائد صفر أيضا هو العنصر المحايد سيعطينا نفس الرقم الناتج ثلاثمائة وستة عشر ألفا ومئتان وستة وسبعة وستون نلاحظ هنا عند تقريب هذا العدد وهو ثلاثمائة عفوا ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا ومئة واربعة عشر إلى أقرب ألف إلى أقرب ألف هنا التقريب إلى أقرب ألف أحد الألوف ماذا نلاحظ هنا الخمسة ألاف هي الألوف ما قبلها وضعنا حوله دائرة نلاحظ أن هنا الواحد من العداد الصغيرة التي لا تعطي فتبقى الخمسة ألاف كما هي إذن سيكون ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وفي العدد الثاني هنا الألف هنا سنضع تحتها خط وما قبلها دائرة الواحد هنا من العداد الصغيرة والتي لا تعطي ولا تزيد فيصبح ألفا كما هي نقوم الآن بعملية الجمع بعد التقريب إلى أقرب ألف صفر زائد صفر صفر وأيضا هنا صفر وهنا صفر خمسة زائد واحد ويساوي ستة وواحد زائد صفر يساوي واحد وثلاثة زائد صفر ويساوي الثلاثة ماذا نلاحظ هنا عند تقريب الناتج في الجمع الدقيق عند تقريب الناتج في الجمع الدقيق إلى أقرب ألف فماذا نلاحظ؟ ممتاز سيكون الناتج إلى أقرب ألف هو ناتج عملية التقريب التي قمنا بها إذن سيكون الناتج هو ناتج التقريب إذن عندما نقرب الناتج إلى أقرب ألف سيكون الناتج هو ذاته بعد أن قمنا بتقريب كل من العددين السابقين وكما نلاحظ هي قريبة منه وبالتالي نتأكد من صحة العملية الجمع التي قمنا بها الآن لدينا هذا المثال أيضاً 9000 عفواً و519 زائد 782 وسنقربها إلى أقرب 100 نلاحظ هنا المئات أيضاً هنا الواحد من الأعداد الصغيرة التي لا تزيد أحسنتم فيصبح 500 كما هي إذن النافج 9500 ولدينا هنا 700 نضع تحتها خط والثمانية نضع حولها دائرة في الثمانية من الأعداد الكبيرة التي تزيد 700 لتصبح ممتاز 800 إذن أصبحت 9500 زائد 800 نقوم الآن فلنجمع الآن أولاً الجمع الدقيق 9 زائد 2 11 1 زائد 1 2 وثمانية سيكون الناتج 10 5 زائد 7 12 و1 13 9 زائد 1 سيكون الناتج 10 إذن سيكون الناتج هنا 10 301 ماذا لو قمنا بتقريب هذا الناتج أو أن نقوم بجمع الأعداد بعد تقريبها هل نلاحظ الآن 0 زائد 0 0 و0 زائد 0 0 5 زائد 8 كم أحسنتم 13 و9 زائد 1 10 ماذا نلاحظ لو قمنا بتقريب هذه الأعداد 10 301 إلى أقرب 100 ماذا نلاحظ أحسنتم سيكون الناتج هو ذاته الناتج عن عملية تقريب الأعداد قبل جمعها بعد أن قمنا بتقريب الأعداد ثم جمعناها بعد التقريب سيكون الناتج هو نفسه ناتج تقريب ناتج الجمع الدقيق الآن لدينا هذا المثال أوجد الناتج في كل مما يأتي في الجمع الدقيق ثم افحص معقولية النواتج لدينا هنا هذا العدد ونقول مليون وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة واربعون ولدينا هنا ثمانية مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون نجمع الأحد مع الأحد وثلاثة زائد سبعة سيكون الناتج عشرة أربع زائد واحد خمسة مع خمسة سيكون الناتج أيضا عشرة خمسة زائد واحد ستة مع الثلاثة سيكون الناتج تسعة ولدينا هنا سبعة زائد الثلاثة سيكون الناتج أحسنتم عشرة إعادة تجميع طبعا نلاحظ هنا إعادة الحمل ثمانية زائد واحد تسعة مع الواحد سيكون الناتج عشرة واحد زائد صفر واحد مع التسعة سيكون الناتج عشرة أيضا ولدينا هنا ثمانية زائد واحد تسعة مع الواحد سيكون الناتج أيضا عشرة كم الناتج هنا؟ كما نلاحظ عشرة مليون وتسعمائة عشرة مليون وتسعمائة الآن لفحص معقولية النواتج نقوم بتقريب العدد الأول نقربه إلى أقرب ألف لنلاحظ الآن عند تقريبه إلى أقرب ألف فالألف هنا هي السبعة نضع تحتها خط وما قبلها نضع حولها دائرة الخمسة هنا هل هي من العداد الكبيرة التي تزيد أم لا؟ أحسنتم إذن هي من العداد الكبيرة التي تزيد فتصبح السبعة آلاف تصبح كم؟ ممتاز تصبح ثمانية آلاف إذن سيكون الناتج أحسنتم بهذا الشكل وهو مليون وثمانية وثمانون ألفا والآن عندما نقرب العدد التالي وهو ثمانية مليون وتسعمائة وثلاثة عشر أيضا إلى أقرب ألف الألف هنا أو أحد الألوف هي ممتاز هي الثلاثة وما قبلها أيضا نضع حولها دائرة ننظر داخل الدائرة هل ثلاثة من الأعداد الكبيرة التي تزيد أم من الأعداد الصغيرة؟ أحسنتم إنها من الأعداد الصغيرة التي لا تزيد إذن تبقى الثلاثة آلاف كما هي ويكون الناتج أحسنتم إذن ثمانية مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا الآن نوجد عملية الجمع أو نقوم بجمع الأعداد بعد تقريبها صفر زايد صفر 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 زايد صفر صفر وأيضا هنا صفر ثمانية زايد ثلاثة أحسنتم يساوي 11 ممتاز ثمانية زايد واحد تسعة وواحد سيكون الناتج ممتاز سيكون الناتج عشرة واحد زايد تسعة أحسنتم سيكون الناتج عشرة أيضا وثمانية زايد الاثنان سيكون الناتج عشرة ماذا نلاحظ الآن؟ هنا ناتج الجمع 10 مليون ناتج الجمع الدقيق 10 مليون وتسعمائة وناتج الجمع بعد التقريب 10 مليون وألف ماذا لو قربنا هذا العدد في الناتج الدقيق إلى أقرب ألف؟ ماذا لو قربنا إلى أقرب ألف؟ نلاحظ وضعنا خطا تحت الألوف ودائرة حول التسعة ماذا نلاحظ تسعة من الأعداد الكبيرة أو من الأعداد الصغيرة؟ أحسنتم من الأعداد الكبيرة والتي تزيد واحد إذن ستصبح منزلة الألوف هنا واحد ويكون الناتج ألف إذن 10 مليون وألف إذن ناتج الجمع الدقيق سيكون هو نفسه سيكون ناتج الجمع بالتقريب هو ناتج الجمع الدقيق بعد تقريبه إلى أقرب ألف بهذه الطريقة يمكن التحقق من صحة الجمع لدينا لدينا هنا أيضا أوجد الناتج في كل من ما يأتي ثم إفحص معقولية النواتج نقوم الآن بعملية الجمع إثنين زايد ثلاثة ويساوي خمسة إثنين زايد تسعة ويساوي إحدى عشر واحد بالحمل ثلاثة زايد واحد أربع مع الستة سيكون الناتج عشرة أحسنتم خمسة زايد خمسة عشرة ومعنا واحد أصبح الناتج إحدى عشر تسعة زايد واحد عشرة ولدينا صفر يصبح الناتج أيضا عشرة لدينا سبعة زايد واحد ثمانية وثلاثة يصبح الناتج إحدى عشر أيضا عند التقريب نقرب الآن هذا العدد إلى أقرب ألف إلى أقرب ألف وهنا الألوفية الخمسة وما قبلها وهي الثلاثة نضع حولها دائرة الثلاثة هل يمن العداد الصغيرة أم من العداد الكبيرة ممتاز من العداد الصغيرة أيضا هل تتغير الخمسة آلاف لن تتغير وبالتالي سيكون الناتج سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا والآن نقرب العدد الثاني وهو ثلاثمائة وخمسة ألاف وستمائة وثلاثة وتسعون أيضا إلى أقرب ألف وهنا الألف أيضا هنا الخمسة نضع تحتها خط وما قبلها دائرة الستة من الأعداد ممتاز الكبيرة والتي ستزيد الخمسة آلاف لتصبح ممتاز لتصبح ستة ألاف إذن الناتج سيكون ثلاثمائة وستة ألف سيكون ثلاثمائة وستة ألف نقوم الآن بعملية الجمع جمع الأعداد بعد تقريبها 0 زايد صفر صفر وصفر وصفر 5 زايد واحد كم يساوي؟ 5 زايد واحد إحدى عشر أحسنتم وتسعة زايد الواحد سيكون الناتج عشرة وسبعة زايد ثلاثة سيكون الناتج عشرة ومعنى واحد أصبح الناتج إحدى عشر ماذا نلاحظ الآن؟ ماذا نلاحظ في الناتج الدقيق والناتج بعد إجراء التقريب ماذا نلاحظ؟ ممتاز أنه عند تقريب الناتج إلى أقرب ألف إلى أقرب ألف سيعطينا ممتاز سيعطينا الناتج التقريب أو ناتج الجمع بعد تقريب الأعداد أيضا إلى أقرب ألف وبالتالي يكون بهذه الطريقة الجمع لدينا هنا صحيح بإذن الله لدينا هذا التطبيق سيكون واجب تطبيق منزلي سيكون لدينا تطبيقا منزليا والآن ننتقل طلاب الأعزاء إلى الدرس 22 وهو فحص معقولية ناتج الطرح وهنا رابط الدرس الرقمي الدرس 22 هو فحص معقولية ناتج الطرح بإذن الله سنتعلم فحص معقولية ناتج الطرح لدينا هذا المثال 515 ناقص 2875 وهنا ناتج عملية الطرح وهو 2240 عند التحقق من معقولية الطرح التي قمنا بها أو عملية الطرح التي قمنا بها نستعمل التقريب إلى أقرب 100 نقوم باستعمال التقريب إلى أقرب 100 فهنا المئات أي المئات هنا كم؟ في العدد الأول هنا 100 وما قبلها 1 وما قبلها 1 الواحد من الأعداد ممتازة الصغيرة فتبقى المئة كما هي إذن سيكون الناتج بعد التقريب 5100 أحسنتم ولدينا هنا المئات 800 وما قبلها 7 7 من الأعداد أحسنتم الكبيرة إذن هل تبقى 800 كما هي أم تصبح 900؟ رائع جدا ستصبح 900 إذن سيكون 2900 نقوم الآن بعملية الطرح نلاحظ الآن أننا نقوم بعملية الطرح وليس الجمع نطرح الآن 0 ناقص 00 و0 ناقص 00 1 ناقص 9 هل يمكن ذلك؟ أحسنتم لا يمكن نقوم بالاستلاف هنا تصبح الخمسة أربعة ويصبح الواحد إحدى عشر إحدى عشر ناقص 9 يساوي إثنان وأربعة ناقص الاثنان ويساوي إثنان أصبح الناتج كم؟ 1200 نقارن الآن بين الناتج هنا في الطرح الدقيق وفي الطرح أيضا بعد عملية التقريب بعد ماذا نلاحظ؟ عندما نقرب الناتج الدقيق إلى أقرب 100 ماذا نلاحظ الآن؟ الأربعة من العداد الصغيرة من العداد الكبيرة؟ أحسنتم من العداد الصغيرة إذن تبقى المئتان كما هي تبقى المئتان كما هي إذن يصبح الناتج 1200 إذن ناتج الجمع بعد تقريب الأعداد هو تقريب للناتج الدقيق هو تقريب للناتج الدقيق بعد تقريب الناتج الدقيق سيعطينا نفس ناتج الطرح الأعداد بعد تقريبها الآن أكمل ناتج الطرح وتقدير الناتج نطرح الآن 5 ناقص 7 لا يمكن ذلك فنستلف من الأربعة تصبح الأربعة ثلاثة الخمسة تصبح ممتاز خمسة عشر خمسة عشر ناقص 7 سيكون الناتج ثمانية رائع جدا ثلاثة ناقص 7 ثلاثة ونأخذ منها سبعة هل يمكن ذلك؟ أحسنتم لا يمكن ذلك إذن نقوم بالاستلاف من الثمانية أحسنتم تصبح الثمانية سبعة والثلاثة تصبح ثلاثة عشر الآن ثلاثة عشر ناقص 7 كم يساوي؟ أحسنتم سيساوي 6 ثم 7 ناقص 6 كم يساوي؟ يساوي واحد وستة ناقص الاثنان سيساوي الأربعة إذن الناتج أربعة ألاف ومئة وثمانين وستون الآن نريد أن نتحقق من معقولية الطرح كيف يمكننا التحقق من معقولية الطرح؟ بأن نقرب الأعداد إلى أقرب مئة سنلاحظ هنا سنقرب الثمانمئة عفوا الستة ألاف وثمانمئة نقرب إلى الثمانمئة ماذا نلاحظ؟ الأربعة من الأعداد ممتاز من الأعداد الصغيرة والتي تبقى تبقى الثمانمئة كما هي فيصبح ستة ألاف وثمانمئة وهنا في الألفان وستمائة وسبعة وسبعون المئات هي ستة وما قبلها سبعة وسبعة ممتاز من الأعداد الكبيرة التي تزيد الستمئة لتصبح سبعمئة إذن سيكون الناتج ألفان وسبعمئة عندما نقوم بعملية الطرح الآن صفر ناقص صفر صفر وصفر ناقص صفر صفر ثمانية ناقص سبعة سيكون الناتج واحد وهنا ستة ناقص اثنان ويكون الناتج أربعة ماذا نلاحظ هنا أحسنتم سيكون الناتج قريبا جدا من ناتج الطرح لدينا الآن أوجد الناتج في كل مرة ثم أفحص النواتج نقوم الآن بإجراء عملية الطرح سبعة ناقص ثمانية لدينا سبعة ونريد أن نطرح منها ثمانية أحسنتم لا يمكن ذلك نقوم بعملية الاستلاف من الخمسة تصبح الأربعة والسبعة تصبح سبعة عشر سبعة عشر ناقص ثمانية ويكون الناتج ممتاز تسعة الآن أربعة لدينا أربعة ونريد أن نأخذ منها تسعة ليمكن ذلك ممتاز لا يمكن ذلك لذلك نقوم بالاستلاف من المنزل التي تليها وهي المئات الأربعة تصبح ثلاثة والأربعة عشر تصبح عفواً الأربعة تصبح أربعة عشر أربعة عشر ناقص تسعة أحسنتم سيكون الناتج خمسة والآن ثلاثة ناقص الاثنان يصبح واحد سبعة ناقص واحد يصبح أيضاً ممتاز ستة ممتاز خمسة ناقص ثلاثة رائع جداً اثنان وستة ناقص أربعة سيساوي الاثنان الآن أوجدنا ناتج عملية الطرح الدقيق والمطلوب أن نتحقق من معقولية طرحنا هل ما قمنا به من طرح هو معقول أم لا كيف نقوم بذلك؟ ممتاز بالتقريب لأقرب مئة أحسنتم إذن نقرب إلى أقرب مئة المئات هنا هي الأربعة وما قبلها الخمسة الخمسة من الأعداد أحسنتم من الأعداد الكبيرة التي تزيد الأربعة مئة لتصبح رائع جداً لتصبح خمسمائة إذن سيكون الناتج ستة آلاف عفواً ستمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة الآن نقرب العدد الثاني وهنا المئات هي المئتان وما قبلها تسعة التسعة أيضاً من الأعداد الكبيرة أحسنتم إذن تصبح المئتان ثلاثمائة ممتاز إذن الناتج سيكون أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة نقوم الآن بعملية الطرح صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر أيضاً صفر وخمسة ناقص ثلاثة سيكون الناتج إثنان سبعة ناقص واحد ممتاز سيكون الناتج ستة وخمسة ناقص ثلاثة سيكون الناتج ممتاز إثنان وأربع ناقص ستة سيكون الناتج أيضاً إثنان ماذا نلاحظ الآن؟ ماذا نلاحظ الآن في الناتج؟ ناتج الطرح الدقيق وناتج الطرح بعد التقريب ماذا نلاحظ؟ ماذا لو قربنا الناتج الدقيق إلى أقرب مئة؟ ماذا لو قربنا الناتج الدقيق إلى أقرب مئة؟ كما قربنا في الأعداد؟ ماذا يصبح ممتاز هنا الواحد في المئات والخمسة من الأعداد الكبيرة ستزيد المئة لتصبح ممتاز لتصبح مئتان إذن سيكون الناتج هو الناتج التقريب سيكون الناتج بعد تقريب الأعداد هو ناتج تقريب الناتج الدقيق أحسنتم الآن لدينا العدد تسعمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وستة وعشرون ناقص ستمائة واثنان وخمسون ألفا ومئة وواحد وعشرون نقوم الآن بعملية الطرح نقوم الآن بعملية الطرح ستة ناقص واحد ستة ناقص واحد عفوا سيكون الناتج خمسة وليس جمع اثنان ناقص اثنان ممتاز طرح العدد من نفسي سيكون صفر ستة ناقص واحد سيكون خمسة اثنان ناقص اثنان سيكون الناتج صفر سبعة ناقص خمسة ممتاز سيكون الناتج اثنان وتسعة ناقص ستة سيكون الناتج ثلاثة إذن الناتج هو ثلاثمائة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة الآن نقوم بعملية التقريب للتحقق من معقولية الطرح نقرب العدد الأول إلى أقرب 100 فهنا المئات هي الستة وما قبلها نضع حوله دائرة نلاحظ أنها الاثنان الاثنان من الأعداد الكبيرة أم من الأعداد الصغيرة التي لا تزيد أحسنتم من الأعداد الصغيرة إذن تبقى الستة ومئة كما هي ويكون الناتج تسعمائة واثنان وسبعون ألفا وستة ومئة الآن نقرب العدد الثاني أيضا إلى أقرب مئة ونلاحظ هنا المئات هي واحد وما قبلها هي الاثنان الاثنان كما قلنا من الأعداد الصغيرة التي لا تزيد فتصبح مئة كما هي إذن سيكون بعد التقريب ستمائة واثنان وخمسون ألفا ومئة نقوم الآن بعملية الطرح صفر ناقص صفر صفر وهنا صفر ستة ناقص واحد سيكون الناتج خمسة واثنان ناقص اثنان صفر سبعة ناقص الخمسة اثنان وتسعة ناقص الستة سيكون الناتج ثلاثة ماذا نلاحظ بين الناتج الدقيق والناتج بعد تقريب الأعداد إلى أقرب مئة ماذا لو قربنا هذا الناتج الدقيق إلى أقرب مئة؟ كم سيكون؟ ممتاز سيكون هو نفسه أو بعد التقريب سيكون نفس ناتج الأعداد بعد تقريبها إلى أقرب مئة بهذه الطريقة يمكننا التحقق من صحة الطرح لدينا أيضا هذا التمرين نطرح الآن خمسة ناقص ثمانية لا يمكن ذلك نستلف من الخمسة تصبح أربعة والخمسة تصبح خمسة عشر إذن خمسة عشر ناقص ثمانية سبعة أربعة ناقص ثمانية نستلف من الأربعة تصبح ثلاثة والأربعة تصبح أربعة عشر ناقص ثمانية تصبح ستة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر أحسنتم وثلاثة ناقص أربعة لا يمكن نستلف من السبعة فتصبح ستة والثلاثة ثلاثة عشر ناقص أربعة سيكون الناتج تسعة ستة ناقص اثنان سيكون أربعة وستة ناقص واحد خمسة عند تقريبها إلى أقرب مئة فإن هذا العدد نلاحظ هنا أربعة وما قبلها خمسة الخمسة من الأعداد الكبيرة أحسنتم فتصبح الأربعة خمسمائة إذن سيكون الناتج ستمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة والعدد الآخر الثلاثة هنا وما قبلها ثلاثة في المئات وما قبلها ثمانية والثمانية من الأعداد الكبيرة أحسنتم إذن تصبح الثلاثمائة أربعة ومئة ويكون الناتج مئة وأربعة وعشرون ألفا واربعمائة الآن ماذا لو قمنا بطرح الناتج بطرح الأعداد بعد تقريبها خمسة ناقص أربعة واحد ثلاثة ناقص أربعة نقوم بالاختلاف فتصبح ستة والثلاثة ثلاثة عشر ناقص أربعة سيكون الناتج تسعة ستة ناقص اثنان أربعة وستة ناقص واحد خمسة ماذا نلاحظ الآن؟ هذه الأعداد بعد تقريبها ممتاز الناتج الدقيق بعد تقريبه إلى أقرب ألف إلى أقرب عفوا المئة سيعطينا ناتج الطرح للأعداد بعد تقريبها أحسنتم بهذه الطريقة طلاب الأعزاء يمكن التحقق من معقولية ناتج الطرح وناتج الجمع بهذا الطلاب الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وسأكون معكم في دروس قادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه